أب والابن والروح القدس إلى واحد أمين اللهم اجعلنا مستحقين أن نكون لك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين هنبتدي مع بعض الفصل الدراسي الثاني وعندنا فيه مزمور وإنجيل كل مرة هنصلي بيهم علشان نحفظهم مزمور 112 سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرد يدبر أموره بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الظهر الصديق يكون لذكر أبدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقية فرق أعطى المساكين بره قائم إلى الأبد قرنه ينتصب بالمجد الشرير يرى فيغضب يخرق أسنانه ويزوب شهوة الشرير تبيد هالليلويا من إنجيل معلمنا لوق البشير بركاته على جميعنا أمين لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقة اعملوا لكم أكياسا لا تفنى وكنزا لا ينفذ في السماوات حيث لا يقرب صارق ولا يبلسوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاءكم منطقة وسرجكم موقدة وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من الأرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويتقدم ويخدمهم وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد وإنما اعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي الصارق لصهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم إذن مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان والمجد لله دائما آمين أول درس عندنا هناخد شخصية القديس بوتروس الرسول هنعرف نشأته هنعرف علاقته بالرب يسوع المسيح وإمتى دعويته للخدمة كل حاجة عن حياته أول حاجة نشأة القديس بوتروس قديس بوتروس كان يدعى سمعان ابن يونة وهو نشأ في قرية بيت صيدة في الجليل بعد كده ساب قرية بيت صيدة وراح لقرية تانية اسمها كفر نحوم وهي على شاطئ بخيرة طبرية برضو في الجليل يعني الجليل تضم مجموعة قرى فهو اتولد في بيت صيدة وعايش هناك فترة طويلة بعد كده تنقل لكفر نحوم اللي هي على شاطئ بخيرة طبرية علشان هو اشتغل بعد كده في الصيد وبقت شغلته صيد السمك فكان يشتغل في صيد السمك وكان أخوه اندراوس تلميزا ليوحنى المعمدان وعن طريق اندراوس قدر ان هو يعرف السيد المسيح وتعرف عليه فلما شاف المسيح مرة هو جاي من بعيد عليه الرب يسوع قرب عليه وقال له أنت سمعان ابن يونة أنت تدعى صفة الذي تفسيره بوتروس طبعا المسيح ما كانش يعرف بوتروس قبل كده وبوتروس ما كانش يعرف المسيح قبل كده بس طبعا عشان هو ربنا وهو يعلم كل شيء هو عارف سمعان وقال له وندى باسمه وقال له أنت سمعان ابن يونة أنت تدعى صفة الذي تفسيره بوتروس يعني اللي سماه بوتروس هو الرب يسوع نفسه ومن الوقت ده أصبح اسمه سمعان بوتروس ومن الوقت ده أصبح اسمه سمعان بوتروس بعد كده سيد المسيح ضمه لتلاميذه ودعاه للخدمة من خلال معجزة صيد السمك اللي حصل أن كان الرب يسوع واقف على شاطئ بخيرة جنيسارت وكان الجموعة دايما بيتلموا حول المسيح علشان يتعلموا منه كلمة ربنا لأنه هو المعلم فلما ازدادت الجموعة زحمة ركب الرب يسوع سفينة بوتروس وهو كان دايما متعود يقف على سفينة بوتروس عشان يعلم الناس منها فركب على سفينة وطلب ان هو يبعد شوية عن البر عن الشاطئ يعني وهو واقف سفينة ابتدى ان هو يعلم الجموعة وبعد ما انتهى من تعلمهم صرف الجموعة وطلب من بوتروس ان هو يدخل بسفينة الى العمق ويلقي الشباك للصيد لكن بوتروس قال له يا معلم لقد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة يعني هما بقالهم كتير أو يعني يصطادوا طول الليل لأن دايما الصيد بيبقى بالليل السمك بيتجمع على دوق الامر فهم بيقدروا ان هما يصطادوا كويس جدا بالليل فطول الليل حاولوا ان هما يصطادوا ولم يصطادوا شيء بس هو عشان بيثق في المسيح فقال له على كلمتك ألقي الشبكة وفعلا دخلوا للعمق ابتدى ان هو يلقي الشباك فامسكوا سمكا كثيرا جدا حتى كادت الشباك تتخرق يعني تتقطع لدرجة ان هما نادوا السفينة الاخرى علشان يساعدوهم لحد ما ملوا السفينتين بالسمك وهم كانوا متأكدين وعارفين كويس قوي ان البحر ما كانش فيه سمك انما اللي حصل ان دي معجزة سلطان السيد المسيح على الحيوان ان هو بكلمة واحدة من المسيح جمع السمك في الشباك علشان يصطادوهم فرقع بطرس أمام السيد المسيح وقال له اخرج من سفينتي يا رب لاني انسان خاطئ لانه حس ان هو قد ايه ما يستحقش محبة المسيح ليه وشعر ان هو انسان خاطئ فطمئنه الرب يسوع قائلا لا تخف من الان تكون تصطاد الناس وهو يقصد بكلمة تصطاد الناس ان هو يصطادهم لطريق ربنا ويكون خادم لي فطرك بطرس كل شيء وتبع المسيح ودي تعتبر دعوة الرب يسوع لبطرس ان هو يكون تلميذ له فطرك بطرس كل شيء وتبع المسيح بعد كده اختبار ايمان بطرس وده هنشوفه في معجزة المشي على المية لما كان التلاميذ في السفينة في عرض البحر هاجت الامواج والرياح عليهم وعند الهزيع الرابع من الليل يعني المرحلة الاخيرة من الليل ودي بتبقى في نهاية الليل وبداية الفجر بصوا لقوا حد ماشي على المية قدامهم هما كلهم شافوا واضطربوا جدا وخافوا افتكروا ان هو خيال لكنه الرب يسوع هو اللي ماشي على المية رح نادى عليهم وقال لهم تشجعوا انا هو لا تخافوا اول ما سموا صوته بطرس رد عليه بسرعة وقال له يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان قاتي اليك ومرني يعني اقمرني اجيلك فقال له الرب يسوع تعالى بسرعة بطرس وهو مركز نظره على المسيح نزل من السفينة وابتدى يمشي على المية في اتجاه المسيح وكان رايح له لكن لما بص حواليه دخل الخوف قلبه وشاف الرياح الشديدة وشاف الموج العيني فابتدى يغرأ لما كان مركز عينه على المسيح ما كانش خايف وكان قادر ان هو يمشي على المية اول ما ابتدى يبص حواليه وشاف البحر وشاف الرياح ابتدى الخوف يدخل جواه ويشك ان هو ممكن يغرأ في اللحظة دي فعلا ابتدى يغرأ فصرخ للمسيح وقال له يا رب نجيني رخ بسرعة مد الرب يسوع ايده ومسكها وشده وانقذه من الغرق وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت وركبه هما الاتنين السفينة وهدية الرياح والامواج كلها هدية والبحر سكت ده يعلمنا ان احنا طول ما احنا عينينا على المسيح نصق فيه ونحبه وننفس كله وصياء هنقدر نمشي على العالم كله والصديقات مش ههمنا اي حاجة لان البحر يمثل العالم فاول ما بنركز في العالم ونتعب ونكتائب من الاتهضات والمشاكل والاوبئة نبتدي نغرق نغرق في هموم العالم وفي الخطيئة ولما نصرخ نقول له يا رب نجينا هنبص نلاقي يسوع بيمد ايده وين نجينا ويمسك ايدينا ويقول لنا زي ما قال لبوترس يا قليل الايمان لماذا شككت ودي كانت تجربة اختبار ايمان بوترس وتعلم من بعدها بوترس ان هو يثق في المسيح ويتبعه باستمرار عندنا كمان اعتراف بوترس بالرب يسوع وتعلقه به هنلاقي مرة لما سأل سيد المسيح تلاميذه وقال لهم ماذا تقولون عني رح رد بوترس باندفاع على طول وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي ده من قمة حب بوترس وشجعته قال له الرب يسوع طوبى لك يا سمعان ابن يونة طوبه يعني قال له يا بختك يا سمعان ابن يونة انت بوترس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات فكل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماء هو هنا بيقول له ان انت يا بوترس نطقت بكلمة الايمان ان المسيح ابن الله الحي فدي صخرة الايمان وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي اللي هي كنيست العهد الجديد ابواب الجحيم والشر لن تقوى عليها وده احنا فعلا بنعترف بي ان الكنيسة على مدى الظهور كلها والقرون كلها الشيطان مقدرش عليها بل بالعكس زادت اكتر وانتشرت والايمان زاد لحد ما غطى العالم كله والكنيسة قوية زي ما قال المسيح وكمان هنا اسس سر الكهنوت لما بيقول له بوترس اعطيك مفاتيح ملكوت السموات ان كل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء ده سر الكهنوت ان الكاهن في ايده الحل والربط فهو بيكرم بوترس انه يعطيه سر الربط والحل عشان كده احنا بنعترف امام الكاهن وهو بيدينا الحل وطالما ادينا الحل واحنا على الارض هيكون محلول لنا في السماء والكاهن بياخد خطيانا وبيقدمها وبيقدمها على المسبح والمسيح بيشيل خطيانا وبنتناول جسد ودمه علشان يتم غفران الخطايا فكده بوترس اعترف بألوهية السيد المسيح انه هو ابن الله الحي وعندما اعلن يسوع لليهود انه خبز الحياة كثيرين انصرفوا من حوله فقال لتلاميزه ان ارادوا ان يمضوا لما كان المسيح بيتكلم مع اليهود وحواليه طبعا تلاميزه وبيقول لهم انا هو خبز الحياة من يأكلني يا حيابي طبعا هما لما سموا كده هما عارفين ان كلام المسيح بجد وان هو فعلا يقصد الخبز اللي هو جسده فما قدروش يستحملوا كلامه ومشيوا وسبوه فعلى طول كلم تلاميزه وقال لهم لو خبيتوا انتوا كمان تمشوا امشوا لكن بطرس بندفعه ومحبة قال له يا رب الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك ونحن قد امننا وعارفنا انك انت المسيح ابن الله الحي بطرس هنا اعترف تاني ان المسيح هو ابن الله الحي عايزين نعرف بعد كده مكانت القديس بطرس عند الرب يسوع مكانته وغلوته ايه عنده اول حاجة ان هو طوبه تطويب الرب يسوع لبطرس لاجل ايمانه واعترافه بالوهيته لما قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونة تاني حاجة ان هو اختار سفنته ليعلم منها الجموع كان دايما يطلع على سفينة بطرس وبيعلم منها الناس واجعله يصطاد صيدا عجيبا في معجزة صيد السمك لما اصطاد سمك كتير وكمان خلاه خادم عظيم وصياد للناس بكلمة ربنا وبالبشارة والكرازة اخذاه مع يعقوب ويحنى الى بيت ييروس لإقامة ابنة ييروس من الموت هو كان دايما بياخد معاه بطرس ويعقوب ويحنى في معظم معجزاته فلما راح لابنة ييروس لشان يقومها من الموت وهو كان شاهد على المعجزة كمان اختاروا يسوع مع يعقوب ويحنى ليصهروا معه في بستان جسيماني وفي اليوم ده كشف له ربنا عن مجده ولهوته في التجلي لما اخدهم معاه على جبل عالي وابتدى ان هو يظهر في مجده وظهر جنبه موسى وإليا وشاف بطرس مجد الرب يسوع وقال له اصنع يا رب لينا ثلاث مظال واحدة لإليا وواحدة لموسى وواحدة له عشان يقدروا يستحملوا ان هما يشوفوا المجد والنور العظيم اللي كان فيه المسيح كمان بطرس هو اللي كلفه سيد المسيح بدفع جزية الهيكل عنهم لما قال له ان هو يصطاد سمكة ولما يفتح بطنها هيجد بداخلها استار والاستار ده هيدفعوا درائب عن بطرس وعن الرب يسوع وكمان طلب منه الرب يسوع هو ويحنى ان هما يجاهزوا المكان اللي هيتناولوا فيه الفسح فكان دايما بطرس اللي كان بيعتمد عليه في حاجات كتير عايزين بقى نشوف مكانة الرب يسوع عند بطرس او محبة بطرس لرب يسوع واخلاصه له ده بيظهر من مواقف كتير اول حاجة حينما اراد الرب يسوع ان يخسل ارجل التلاميذ عرضه بطرس لانه رب المجد رح الرب يسوع قاله ان كنت لا اخسلك فليس لك معي نصيب بطرس اول ما سمع كده وقال مش هيبقى ليه نصيب لا يا رب يا سيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي ورأسي يعني هو ما يدرش يستغنى عن المسيح فقال له لا ده انت مش تخسل رجلي بس ده انت تخسل كمان ايه يدي وراسي وتخسلني كلي تاني مواقف عندما قال الرب يسوع بعد العشاء الرباني انه سيذهب فقال له بطرس يا سيد الى اين تذهب اجابه يسوع حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني ولكنك ستتبعني اخيرا طبعا هو يقصد ان هو هيتصلب على الصليب وهيموت وان انت مش هتقدر تيجي معايا يا بطرس انما انت تقدر تتبعني بعد كده لما يقوم من الموت وينتصر عليه ويظهر للتلاميذ ويقعد معاهم فترة طويلة فقال له بطرس يا سيد لماذا لا اقدر ان اتبعك الان اني اضع نفسي عنك لان بطرس كان بيحب المسيح جدا وقال له انا هفديك انا اضع نفسي عنك وده يقصد الفداء لان كلمة فداء يعني ان انسان يضحي من اجل الاخر اجابه يسوع وقال له الحق الحق اقول لك لا يصيح اديك حتى تنكرني ثلاث مرات لان هو ربنا فهو عارف ايه المستقبل وايه اللي هيحصل وفعلا الموقف اتحقق في انكار بطرس للمسيح لما تم القبض على يسوع يوم خميس العهد لما جه يهوزة ومعاه الجنود واليهود علشان يسلم يسوع بطرس من دافع حبه للمسيح كان معاه سيف صغير بسرعة طلعه ورح ضرب اذن عبد رئيس الكهنة وكان اسمه ملخص فقطع اذنه فقال له يسوع بسرعة رد سيفك الى مكانه وفي الحال لمس اذن العبد وشفاها يسوع طبعا دي معجزة شفاء اتحققت قدام اليهود والجنود وامام جميع التلاميذ ولما قبضوا على يسوع طبع بطرس يقرب يسوع الى دار رئيس الكهنة وقعد في وسط الخدام اللي هناك فجت واحدة جارية قالت له انت كنت مع يسوع الجليلي راح بسرعة قال لها لا مش انا وانكر قدام الناس كلها انه هو ما يعرفش يسوع وخرج من الديهليز اللي كانوا قاعدين فيه ولما خرج برا شافته واحدة جارية تانية وراحت شورت عليه وقالت هذا كان مع يسوع النصري فانكر بطرس بقسم يعني حلف انه هو ما يعرفش يسوع ده وقدام كل الحاضرين فقال واحد من الحاضرين اللي كانوا موجودين قال له انت منهم واللغتك تشبه لغتهم فانكر بطرس وابتدى انه هو يحلف ويلعن انه هو ما يعرفش يسوع في الوقت ده صاح قديك وتذكر بطرس كلام رب يسوع لي وبكى بكاء مر لانه افتكر انه هو قد ايه كان محبته اليسوع جمده جدا رغم ذلك انكره ثلاث مرات من طبعا بسبب خوفه خوفه من اليهود ومن الجنود الرومان بس كل الخوف ده هنبص انه يتحول لشجاعة بعد حلول الروح القدس عليه بعد قيامة المسيح الرب يسوع بيعلن صفحه او مسمحته لبطرس وهنلاقي ده حصل لما في فجر يوم القيامة وراحت المريمات عشان تزور القبر قال الملاك للمريمات اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل وهنا ذكر بطرس بالاخص دونا عن التلاميذ كلها كأنه بيوصل لرسالة لبطرس ان يسوع سمحك وهي اشارة عن صفح رب يسوع عن بطرس في نفس اليوم ظهر الرب يسوع لبطرس قبل ان يرى احد من التلاميذ وده اعلان عن صفحه له تالت مرة عند بحيرة طبرية لما ظهر الرب يسوع لتلاميذه اكل معاهم وقال لبطرس يا سمعان ابن يونة اتحبني اكتر من هؤلاء فقال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك فراح قال له ارعى خرافي وكرر الكلام ده تلت مرات تلت مرات يقول له اتحبني 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 وفي كل مرة يقول له بطرس انت تعلم يا رب اني احبك كأنه بالضبط بيفكروا بانكاره له تلت مرات وهو بيمسح الانكار ده باعلانه عن صفحه عنه تلت مرات هنشوف كمان كرازة بطرس واعماله الرسولية ان بعد صعود السيدة المسيح وعدهم بخلول الروح القدس فانتظر التلاميذ كلهم في العلية منتظرين وعد الرب يسوع فبطرس اقترح ان هو يعمله قرعة لاختيار تلميذ بدل من يهوزة الاسخريوتي اللي سلم السيد المسيح وشنق نفسه ومات ففكروا ان هما يختاروا اتنين من المؤمنين اللي مشفوض ليهم بالمحبة وطبعوا الرب يسوع وشافوا كل معجزاته وشاهدين على صلبه وقيمته وسعوده وكانوا الاتنين دول كان يستس ومتياس وبعد القرعة ربنا اختار متياس التلميذ الاثناشر بدل من يهوزة هنلاقي كمان في اليوم الخمسين لما حل الروح القدس على التلميذ بطرس جات له شجاعة ووقف يكرز بكلمة ربنا وبأول عزة قدام اليهود اللي كانوا موجودين من كل مكان في العالم فانضم الكنيسة في اليوم ده وآمن باسم الرب يسوع 3000 نفس بفضل كرازة بطرس تالت حاجة برضو لما دخل بطرس وكان معاه يوحنى للهيكل لقوا واحد أعرج من بطن أمه يعني مولود أعرج فمد بطرس ايده وقال له قم على اسم يسوع المسيح انا ما عنديش حاجة قدهانك غير اسم الرب يسوع المسيح في نفس الوقت قام الرجل الأعرج وخف من مرضه فقابد رؤساء الكهنة على بطرس وراح رموه في السجن بطرس مهموش ووقف قدام كل المسجنين يكرز ليهم بكل شجاعة انه لا يوجد خلاص بدون يسوع المسيح فرؤساء الكهنة هددوه وقالوله ان انت ما تنطقش تاني باسم يسوع وراحوا اطلقوا صراحوا طبعا هو مسكتش وفضل يكرز ويبشر باسم الرب يسوع فقابدوا عليه مرة تانية وجلدوه وبعد كده سبوه تاني وفي مرة هيرودس اراد ان يردي اليهود رح ابعد على بطرس وحطه في السجن وكان عايز يقتله لكن المؤمنين كلهم اجتمعوا مع بعض في العلية واعدوا يصلوا بروح واحدة من اجل ان ربنا ينقذ بطرس من السجن وفعلا جه ملك الرب وفتح لبطرس وانقذه من السجن وبطرس خرج بسلام هنلاقي كمان ان على ايد بطرس ربنا اجرى كثير من المعجزات فاحنا عرفنا ان هو شفى الرجل الاعرج من بطن امه وكمان اوام طبيثة من الموت لدرجة ان ظل بطرس كان بيشفي المرضى ودي نعمة كبيرة وموهبة عظيمة ربنا اداها لبطرس هنتكلم في الاخر عن استشهاد القديس بطرس الرسول في روما بطرس بعد ما نشر الايمان في ارشاليم واليهودية خرج برا ارشاليم وابتدى ان هو يكرز باسم الرب فخرج يكرز في اوروبا ودخل هناك روما ودعا الناس للايمان وكتب هناك رسالتين بوحي من الروح الكدس والوحي وهو ارشاد من الله ان هو يكتب رسالته الى المؤمنين في اسيا الصغرى وبقى فيه رسالة بطرس الاولى ورسالة بطرس التانية انما الامبراطور ازعت جدا من بطرس بسبب ان عدد المؤمنين كان عمال يزيد جدا والوثانية كانت بتقل مما زاد غضب نيرون على بطرس فامر بصلبه واتحكم عليه بصلب انما بطرس ما حبش ان هو يصلب زي رب المجد وطلب من الامبراطور ان هو يصلبه منكس الرأس يعني رأسه تحت ورجله فوق وفعلا نال اكليل الشهادة وهو في سن سبعين سنة يبقى فيه كرازة بطرس في روما هنقول ان هو كتب رسالتين رسالة بطرس الاولى ورسالة بطرس التانية وفي استشهاده هنقول ان هو استشهد على صليب منكس الرأس على ايد الامبراطور نيرون ونال اكليل الشهادة في سن سبعين سنة وبكده هنكون خلصنا درسانا عن قديس بطرس وللهنا كل المجد من الان وللابد امين